لكن المنتقدين بحثوا في الدفائل الإسلامية وخرجوا بهذه الخلاصة أبو هريرة كان يدس الحديث عن النبي كما سمعنا مع حضراتكم يقول إن المنتقدين لأبي هريرة خرجوا بنتيجة بعد بحث في حال أبي هريرة وهي أن أبا هريرة كان يدس الحديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا كذب صريح الصحابة الذين هم أعلموا منا بأبي هريرة رضي الله عنه لأنهم عاصروه وعايشوه وعاينوه وسمعوا منه وسمع منهم الصحابة أنفسهم شاهدوا له بصحة ما يقول وما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان الصحابة الذين هم أعلموا بأبي هريرة منا شاهدوا له بالثقة والمصدقية والأمانة فيما ينقله فهل لأحد الأغيلمة في زماننا الآن أن يطعن في أبي هريرة سأنقل شيئا من شهادات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنعرف كيف كان الصحابة يرون أبا هريرة رضي الله عنه فهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول لأبي هريرة يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه هذه شهادة تكتب بماء الذهب أما طلح بن عبيد الله فقد سأله رجل وقال يا أبا محمد أرأيت هذا اليمانية يعني أبا هريرة هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم نسمع منه ما لا نسمع منكم أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل قال أما أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع وذاك أنه كان مسكينا لا شيء له ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نحن أهل بيوتات وغنى وكنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار لا أشك إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع ولا تجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقول فهذه شهادة عزيزة من رجل مبشر بالجنة يخبرنا لماذا كان أبو هريرة أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره وأكثر حديثا منهم طلح بن عبيد الله يخبرنا بهذا السبب فلماذا يطعن هذا الغلام في أبي هريرة رضي الله عنه أما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد كان أبو هريرة يجلس إلى حجرتها ويحدث ويسمعها بل يتعمد أن يسمعها ما يقول ثم يقول يا صاحبة الحجرة أتنكرين مما أقول شيئا فلما قضت صلاتها لم تنكر ما رواه لكن قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث سردكم فهذه شهادة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن أبو هريرة لم يقل شيئا منكرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف زعم هذا الغلام بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كذبت أبو هريرة الله أعلم أما أبو أيوب الأنصري رضي الله عنه فكان يحدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعن أشعث ابن سليم عن أبيه قال أتيت المدينة فإذا أبو أيوب يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنت صاحب رسول الله يعني أنت صحابي تحدث عن صحابي مثلك فقال إنه أي أبو هريرة قد سمع وأن أحدث عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث أبو هريرة بحديث فنقلوه لابن عمر رضي الله عنهما فقال ابن عمر أكثر أبو هريرة على نفسه فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول قال لا ولكنه اجترأ وجبنا فبلغ ذلك أبا هريرة فقال فما ذنبي إن كنت قد حفظت ونسوا وأما زيد بن ثابت كاتب الوحي فكان يرسل من يسأله في الدين إلى أبي هريرة رضي الله عنه فعن محمد بن قيس بن مخرمة أن رجلا أتى زيد بن ثابت فسأله عن شيء فقال عليك بأبي هريرة فإني بينما أنا وهو وفلان في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ندعو ونذكر ربنا فجلس إلينا فسكتنا فقال الرسول عودوا للذي كنتم فيه قال زيد فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن يعني يقول آمين ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي هذان وأسألك علما لا ينسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين فقلنا يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم سبقكما بها الغلام الدوسي بل إن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يبدأ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يذكر أهل مجلسه بعقوبة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يبتدئ المجلس بحديثه عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار